اشتركوا في القناة كل حادث العراقية. الكهرباء صرفوا عليه باعتراف الحكومة صرفوا عليها باعتراف الحكومة اكثر من 82 مليار دولار والكهرباء غايبة ما زالت غايبة. في عام الفين وثلاثة عشر قالوا نائب رئيس الوزراء في ذلك الحين مسؤول عن الطاقة قال انه سنصدر الكهرباء في العام القادم او هكذا قال يعني في عام الفين وثلاثة عشر في عام الفين وثلاثة عشر سنصدر الكهرباء الى الخارج والناس ضحكت يعني من هذا الجهل من هذا الكذب من هذا الادعاء وهم يتقلبون في صيف يتقلبون على 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 نار الجمر في صيف مهلك ويزدادون معاناة في شتاء بارد والكهرباء غايبة تأتي المدارس وتذهب المدارس والطالب لا يستطيع ان يدروس وهكذا القضية ومستشفيات بلا والكل عود نفسه ان يتعامل مع الكهرباء على انها غائبة وهي غائبة فعلا عموما في عام الفين وثلاثة عاش خرجوا علينا بقضية الربط الكهربائي مع الخليج ومع المملكة العربية السعودية تحديدا في نيسان عام الفين وثلاثة عشر وظهرت الاخبار عادل عبد المهدي كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت وهل التقي وفي السعودي ووقع وزير الكهرباء في ذلك الوقت لعي الخطيب ووقع مع وزير سعودي خالد بن عبد العزيز الفالح ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية وباعتفالية كبيرة ووقعوا على ما يسمونه توقيع اتفاقية للربط الكهربائي بين العراق والسعودية 2011 في نيسان 2014 ودات القضية وتجاهلوها ولم يعد يذكرها احد في شهر عاب 2020 بعد مرر اكثر من سنة ربما نعم سنة نوص حوالي تحدثوا مرة اخرى وثارت الثائرة واذا في زمن يعني مصطفى الكاظمي والعراق وفي مراحل الاخيرة والاتفاقية وستعقد اتفاقية عقدت ماذا سيعقد قالوا ان الاتفاقية والحديث مهم لا حد يفهم منه شيئا وقبل ايام واذا بنا نشاهد على شاشات الفضائيات حفل توقيع العراق والسعودية اتفاقية للربط الكهربائي الله اكبر هذه كم مرة موقع هذه الاتفاقية ما شكل هذه الاتفاقية وبين البلدين السعودية والعراق وحضرها مصطفى الكاظم يوقعها وزير الكهرباء ووزير المدري الثروات الصناعة والطاقة والثرو المدني السعودي يوقعوها وسيبدأ العمل بها والقضية من حال سيء الى حال اسوء وكأن مشكلة الكهرباء في العراق سترحل اذا ما ربطنا في كل الاحوال حتى لو تم هذا الربط وهذا الربط حتى لو بدأوا بالعمل فيه الان يحتاج الى سنوات طويلة واموال كثيرة لتأمين هذا الربط الكهربائي هذا ليس عملية سهلة تحتاج الى سنوات وعموما حتى لو تمت هذه وحصل الربط هذا سيوفر جزء بسيط من الطاقة وليس كل الطاقة التي يحتاجها العراق المشكلة داخلية في كل الدول في كل دول الدنيا تحاول ان تبحث عن مصادر طاقتها في داخلها لانه هذه قضية وطنية قضية استيادة واستقلال نعم سعودية دول العربية ويحبها ويحبونها والخليجة هذا كل على رأسه لكن في ظل السياسات هذه الخربة اللي في العراق في ظل هذه في ظل التناقضات هناك من يشتمون هناك من يرسلوا للطايرات المسيرة لكي تضربوا السعودية وهم جزء من الحكومة وجزء من القيادة العامة القوات المسلحة وهناك من يدافع عن السعودية وهناك من يتهمها بالارهاب وهناك الكثير والخليج وهكذا الحديث متناقض نسمعه فبالتالي القضية تبقى معلقة ويبقى الأساس في ذلك وجزء غير قابل على الربط مع الخليج وريد نبقى مع إيران وجزء يقبل وبالتالي القضية صارت طائفية وصارت سياسية أكثر من ما هي فنية ويحتاجها المواطن كخضية إنسانية وقضية حياتية وخضية خدمات أساسية يجب أن توفرها للمواطن هذه القضية يعني الحقيقة أنت تحتاج إلى حلول تحتاج إلى أن تتوفر الطاقة داخلية أن توفر الطاقة داخلية منذ عام 2003 إلى حد الآن جابوا محطات غازية لتوفير الطاقة الكهربائية بعد ما نصبوها المحطات الغازية كتشفوا أن العراق ما بيغاس طيب هذه شرحة نشغل هذه المحطات الغازية طبعاً وما أخذوا عليها كومشنات أخذوا عليها فساد وخراب ودمار ومليارات ذهبت لأن الثانية وثمانين مليار تحدثون عن المبلغ أكبر بكثير لأنه إذا تحسبوا إياه قد يشترينا كهرباء قد ندفع الإيران قد الناس تدفع للمولدات قد الناس صفت فبالتالي يطلعن يعني رقم خرافي رقم مهول لكن جابوا هذه المولدات المحطات الكبيرة وإذا بها هذه تشتغل بالغاز وغاز غير متوفر بالعراق إذن علينا أن نستورد الغاز من إيران وندفع لإيران مبالغ كبيرة كي تعطينا الغاز ونستورد من عندها أيضاً كهرباء وهكذا ساطعة السنة نحن نستورد الكهرباء ونستورد الغاز توليد الكهرباء في العراق إذن الطاقة كلها معتمدة على إيران توفير الطاقة إذا ما زعلت إيران إذا ما كانت تريد أن تضغط علينا سياسياً توقف الغاز وتقطع يعني يعني الربط الكهرباء معنا فنص العراق طفل وبالتالي حيروا بنفسكم هكذا هو الحال وهذا الملف جزء من هذه العملية السياسية من هذا العراق الجديد الذي أسسوه من عام 2003 لحد دولار هذا يعطي صورة أيضاً مباشرة لحجم الخراب لحجم الدمار لحجم الفساد لحجم الأذى الذي لحق بالعراق من جراء الذين يحكمون العراق هؤلاء من جراء هذه العقول الخائبة التي تتصرف برؤية خارجية وبتصميم خارجي وبمنهج خارجي غايته وهدفه وهو أضاف العراق وتدمير العراقين وسلمهم كل ثرواتهم وقوب وقدرتهم على الحياة هذا واقع الحال وإلا الكهرباء الناس تظاهر عليها في عام 2022 العالم كله الآن يبحث عن بداء الطاقة ونحن يعني في عام 2022 نطالب الناس الآن وصلت وين ونحن نطالب الكهرباء وتوفير الكهرباء هذه قضية كبيرة جدا جدا وقضية الربط الكهربائي مع السعودية هو من أثارها مرة أخرى وكان لابد من الحديث عنها شكركم أعزائي المشاهدين التقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة